كثير ناس بيسألوني أنه الأدق لقياس الضغط الإيد اليمين أو الإيد اليسار هذا السؤال بنواجهه تقريبا بشكل شبه يومي أنه لما تقيس لمريض الضغط بيقول لك ليش ما تقيس من اليسار ما هي أدق أو هيك أنا بسمع الجواب الصح أنه في معظم الناس القياس من اليمين أو من اليسار تقريبا ما بيفرق أبدا فالضغط الطبيعي معك من 100 إلى 140 للرقم الأول ومعك من 70 إلى 90 للرقم الثاني فلو طلع من ناحية مثلا 120 على 80 ومن الإيد الثانية 119 على 80 شو فارجة معك؟ هاي نقطة النقطة الثانية هل في أمراض الدكتور بطلب منك أنك تقيس الضغط من ناحيتين أو تتوقع أن الضغط من اليمين مختلف عن الشمال طبعا فيه لكن في هاي الحالة لازم الدكتور يقول لك لو سمحت تقيس للضغط من الإيدتين في نفس الوقت مثلا فيه شريان في المنطقة هاي بيسموه صب كليفين أو تحت الطرق لما يكون فيه تضيق راح تلاحظ أنه الضغط في اليمين طبيعي وفي الشمال نازل أو الضغط في اليمين مرتفع وفي الشمال طبيعي فبكون في اليمين أعلى لأنه المنطقة هاي فيها تضيق أو تسكير فبكون الدم مش كله بوصل للإيد فبطلع الضغط هون أجل من الجهة اليمين الخلاصة لو الدكتور ما قال لك قيس الضغط من الناحيتين فأنت إنسان طبيعي تقدر تقيسه من الإيد اليمين أو من الشمال ترجمة نانسي قنقر